على طاولة مستديرة يجلس بعد ايام ممثلون عن الادارة الامريكية ووفد حكومي لبدء ما سمي بالحوار الاستراتيجي في القرب هناك طرف يبدو انه المعني الاكثر بالمفاوضات ايران التي تدفع كلاءها للتصعيد تارة والتهديها تارة اخرى وفقا لمسار عداوتها المعلنة مع واشنطن مصادر سياسية قالت ان الحوار سيكون ممطلقا لتوقيع اتفاقية جديدة ويستند بدرجة كبيرة الى القرار البرلماني الذي الزم الحكومة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية المنتشرة في العراق وذلك بحسب المصادر هو البند الاول والاهم للحوار مصرع قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني كشف من دون مواربة ان العراق بات ساحة الصراع الاولى بين واشنطن وطهران فالاولى اقتنصت سليماني في بغداد برفقة ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحجد فيما ردت الثانية بقصف طال قاعدة عين الاسد وعمليات صورية نفذت الميليشيات التابعة لها في العراق وبعيدا عن تنظير الكتل السياسية وشماعة الاحتلال الامريكي ثم تمن يرى ان الحوار الاستراتيجي باب لحديث اقل عدائية بين امريكا وايران فحكومة الكاظمي كما يتحدث الكثيرون هي محصلة توافق امريكي ايراني جئ به بعد نفاذ خيارات التفاهم بين شركاء العملية السياسية مراقبون يرون ان الكاظمي وحكومته سيلعبون دور الوسيط بين واشنطن وطهران لتهدئة الاجواء وشاهدوا على ذلك زيارة قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاني الى بغداد قبل ايام برفقة وفد رفيع المستوى ما فسره البعض انها خطوة لترتيب الصفوف ووضع الخطوط الرئيسية التي ستتفاوض عليها الحكومة اما عن الانسحاب الامريكي وما الى ذلك فهذا يفنده حال الحكومة في بغداد فهي اضعف من ان تطالب بانسحاب القوات الامريكية كما ان وضع البلاد لا يسمح بحال ان تتخلى عن اهم داعم لها بالاضافة لطهران ولذا ترى الاحزاب في الحوار الاستراتيجي خطوة لاعادة توازن القوى وحبل نجاة لعملية سياسية اوشك العراقيون ان يعلنوا وفاتها